السباح الخير وأهلا بكم معينا وحلقة جديدة من برنامج شباب على الهوى بنرحل بكم معنا النهاردة والنهاردة زي كل يوم إحنا بنقدم كل ما يهم الشباب من خلال حلقتنا دايما بنستضيف نمازج مشريقة ومشرفة من الشباب دايما عندهم أفكار جديدة وأفكار مختلفة عندهم مواهب مختلفة وإحنا من خلال برنامجنا بنحرص دايما إن إحنا نديهم فرصة إن هم يعرضوا مواهبهم المختلفة الحقيقة أنا النهاردة معي نموذج مشرف هو موهوب فنيا بيعزف العود وبيغني حنستمتع به النهاردة من خلال حلقتنا في شهر رمضان كل سنة وحضراتكم طيبين هي دي حلقتنا النهاردة لكن الأول حنشوف تقرير عن أغاني رمضان القديمة الجميلة اللي احنا اللي بتجري في دمنا اللي عمرنا ما بننساها اللي دايما بنبتدي بيها شهر رمضان الكريم الجميل تعالوا نشوف مع بعض تقرير عن شهر أو عن أغاني الأديمة اللي في شهر رمضان المبارك ونرجع تاني معينا شاب موهوب فنيا حنستمتع به في هذه الحلقة تعالوا نشوف مع بعض التقرير أغاني اللي بيتشفق اللي بياه وشغالتها أهلا رمضان وفراهية بنتين الله وهيسو مرحب شهر الصوم وحوية وحوية أهودية أولاد أغاني شهر رمضان وشهر رمضان وشهر خير وشهر البركة وحوية وحوية أهلا رمضان أهلا الشهر الصوم كذا حاجة كتير الاحتفالات برمضان اللي احنا بنعملها والزينة والأغاني الجميلة والإعلام وعرض الأغاني الجميلة دي طول شهر رمضان ده مش موجود غير في مصر الحقيقة أنا برحب بيك يا محمد معنا كل سنة وانت طيب وقول لي بقى انت بتلعب عود وبتغني احكي لي كده عن نفسك شوية هو أنا في البداية دي طبعا كانت موهبة عندي وكنت قريب من جدي اب والدتي كان هو غاوي الحاجات دي برضو العاصف والغنى وبدأت ان انا اقرب منه من انا صغير وبدأ ان هو يعلمني الالات المسوقية كلها آلة آلة يعني والغنى وكده وبتغني من زمان اه وبتحب بتغني ايه انا بغنى دايما انطرب لمكالسوم والعبد الحليم والناه وعبد الوهاب والناس العظماء الجميلة ديت لان بنتعلم منهم كل حاجة جميلة اللحن الحلو والكلام الحلو ليك اغانيك كمان؟ ليه اغانيك كمان؟ ليه اغانيك خاصة بي ايه ايه انا اللي ملحنها انت اللي ملحنها ليه اعمال مع بعض الشعراء برضو من اصدقائي منهم الشاعر الجميل احمد درويش والشاعر الجميل الشاعر بسيوني ابو بكر عامدين اغاني كويسة وحاليا بنحضر في اعمال هتنزل السوق يعني وفي اعمال جاهزة منها لرمضان برضو يعني عود زمان كان شيء اساسي جدا مع كل الكبار الموسيقيين يعني فريد لطرش عبد المطيب الناس كتير جدا يعني وتلاقي في الاغاني ان العود ده كان ممكن يعني يتلعب لمدة نص ساعة وبعدين تبتدي الاغنية تمام ده كان راجع لإيه العود اولا سيد الالحان وبيميل للشرقي والغربي مع بعض لان فيه حاجة اسمها موسيقى غربي وفيه موسيقى شرقي فبعض الفنانين الاسد زيتنا الجمال كانوا طبعا بيحبوا يدخلهم بعض الالحان الشرقي مع الغربي فريد لطرش الأستاذ طبعا فريد لطرش والأستاذ زرعو زماء كلهم الأستاذ عبد الوهاب والصنباتي والناس الجميل والسايد مكاوي والسايد سايد مكاوي والسايدنا الكبير طبعا العظيم كانوا بيستخدموا من هما يعملهم استخدموا المقامات الشرقية مع المقامات الغربية من خلال العود دلوقتي العود مش موجود زي زمان أو المطربين أو الموسيقيين مش بيعتمدوا عليه زي زمان ده رجع لإيه بقى للتكنولوجيا يعني دلوقتي الواحد ما بيلحن كان زمان بيلحنوا على العود دلوقتي مش محتاجين العود يلحنوا عليه مثلا يعني إيه سبب قلة استخدام العود الأيام دي أولا ما عادش فيه لو هو بينفع شرقي وغربي تمام أولا إحنا لو جينا دلوقتي نسمع فن أصيل مش هنلاقي فن أصيل ولا طرب ولا موسيقى حلوة زي اللي كنا بنسمعها زمان لإن دلوقتي بيستخدموا الأرتام اللي هي الرتم السريع فهي حاجات معينة بسيطة بيستخدموها بين الأرتام بعض الأرتام الموسيقية في العصر الحديث دلوقتي لأننا دلوقتي حاليا في عصر السرعة مش في عصر إن احنا نسمع نجم كويس فمالوق يعني مش متوظف مش متوظف صح في مكان في الرتم أو الرتم السريع ده بالزبط العصفة على العود موهبة ودراسة موهبة ودراسة دراسة ولازم بتكون الموهبة أكتر كمان احكيلي طيب عن الألات الأيام دي إيه اللي بيستخدم الأورج مثلا اللي بيستخدم اليومين دولة الأورج والجتار وأحيانا بعد الألات من خلال الكمبيوتر دي بتبقى أصوات ولا ألات؟ لا بتبقى أصوات وألات في نفس الوقت في نفس الوقت كل ألات فيها مجموعة من الأصوات معينة للشغل اللي هو الرتم الغربي اللي هو ماشي اليومين دول السريع هل بيستخدموا العود فيه؟ بسيط في بعض الألحان مش في كله إيه الفرق ما بين الجيتار والعود؟ أحد ما يعرفش يلحن على الجيتار لأن الجيتار قلة غربية ومش شرقية ما فيهوش المقامات اللي هي الشرق اللي هي البياتي والسيكا واللي كانوا بيستخدموها مثلا أستاذنا العظيم سيد مكاوي كان في المسحرات في رمضان بيستخدم مقام السيكا بيستخدموا مقام البياتي لكن دلوقتي بيستخدموا الرتم السريع اللي هم أربع مقامات بس هم اللي ماشيين اللي هو الكرد والنهواند والعجم والحجاز بس دول كل الأغاني بتاعته اللي من دولت موجود عليهم يعني دي فعلا يعني في دمنا في عرقنا ما بنحسش أبدا برمضان غير لو سمعناها طبعا أنا شايفاك يا محمد أنت عندك طريقة يعني أنت مش بتقلد وأنت بتغني أنت بتغني بشخصيتك تمام لأن أنا بحب دايما أن أنا أخد بعض الألحان القديمة والجميلة دي طبعا اللي احنا بنتعلم منها عشان نضيف أن كل واحد بيبقى ليه طريقة معينة وإحساس معينة ونبرات صوت وعرب معينة لازما بيقد فيها إحساسه لو بيطلع فيها إحساسه عفوا يعني لو مثلا بيقد زيه زي الأسادزة الكبار هو طبعا كده مش هيبقى أضاف اسم النفس أو أضاف حاجة بيبقى اسمه مؤدي مش مطرب لازما المطرب اللي هو بيحط إحساسه والتاتش بتاعه في كل الألحان محمد أنا بتمنى لك التوفيق ربنا يا خلح وكل ساني وانت طيب وعاتك طيبة بألف خير بشكرك على وجودك معنا ومشاهدينا بنشكركم وبكرا إن شاء الله حلقة جديدة وبرنامج شباب على الهواء